العملية الوطنية للدعم الغذائي رمضان 1440 التي أشرف الملك محمد السادس على إيطاء انطلاقتها بالرباط سيستفيد منها أكثر من مليونين ونصف لمليون شخص يتوزعون على ثلاثة وثمانين إقليما وعمالة بالمملكة وينتمون إلى خمسمائة ألف وثلاثمائة أسرة منها أزيد من أربعمائة ألف أسرة بالوسط القروي وقد رصد لها غلاف المالي بقيمة سبعين مليونا ومائتين واثنين واربعين ألف درهم هذه المبادرة التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس التضامن بمناسبة شهر رمضان بدعم من وزارتي الداخلية والأوقاف الشؤون الإسلامية تعكس العناية الملكية الموصلة بالأشخاص في وضيتها شاشة كما تاتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر المشاطرة التي تميز المجتمع المغربي وأضحت العملية الوطنية للدعم الغذائي التي بلغت هذه السنة نسختها العشرين موعدا سنويا هاما يتوخى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة لأسيما النساء لرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة كما تنسجم مع البرنامج الإنساني لمؤسسة محمد الخامس التضامن الرامل تقديم الدعم للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه والنهوض بثقافة التضامن تنفيذ هذه المبادرة يخضع للمراقبة لأسيما على مستوى لجنتين واحدة محلية والأخرى إقليمية تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المساعدات الغذائية هذا وتتم تعبئة أهلاف الأشخاص تدعمهم مساعدات اجتماعية ومتطوعون من بينهم طلب من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية العملية الوطنية للدعم الغذائي تاتي لتنضاف إلى مختلف العمليات والمبادرة الإنسانية التي يقوم بها الملك محمد السادس بغية النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة تماشيا مع قيم وتعالم الدين الإسلامي الحنيف ترجمة نانسي قنقر